موسيقى السلام عليكم علشان تفعل حسابك اللي تقدم لك الوزارة سواء كنت طالب ولا معلم نتبع الخطوات التالية اول شي ندخل على محرك البحث جوجل ونكتب بغاوة القوية التعليمية وندخل على اول موقع بعدين اختار للحصول على كلمة السر وبعدين تفتح لي هذه الصفحة اذا انا طالب احط الرغم المدني والرغم المسلسل مثل ما انتم شايفين بالصورة واذا انا من الهيئة التعليمية احط الرغم المدني والرغم الملف بعد ما تعبي بياناتك كطالب تضغط على زر البحث راح يقول لك اختار كلمة مرور جديدة بعد الانتهاء تضغط على زر حفظ يعطيني رسالة تنبيهية ان تم حفظ كلمة المرور بنجاح اما دنت معلم تحط الرغم المدني وبعدين رغم ملفك تضغط على زر البحث وبعد الانتهاء يظهر لك رسالة تنبيهية ان هذا الحساب تم انشاءه مسبقا نضغط على نسيت كلمة المرور وتعبي باقي البيانات رغم تليفونك ودعيت كتابة كلمة المرور مرة اخرى وبعد الانتهاء نضغط على زر حفظ يظهر لي رسالة تنبيهية ان تمت عمليات حفظ كلمة المرور بنجاح بعد ما انتهينا من انشاء الحسابات ننتقل الحين الى اوفيس 365 علشان نفعل حسابنا بشركة مايكروسوفت خلونا نشوف الطريقة ندخل على محرك البحث جوجل ونكتب اوفيس اول واحدة تطلع لي 365 اقول لها تسجيل دخول بعدين تطلع لهذه الشاشة اقول لها sign in بعد ما ندخل هذه الصفحة احط ايميلي ايميلي لازم يكون بدايته اذا انا طالب اس وبعدين احط الرغم المدني بعدين اكتب at moe.edu.kw تمام اقول له next يبقى مني احط الباسورد اي باسورد اللي حطيته في البداية تذكرون هو نفسه اقول له sign in اقول له next هنا شنه يطلب مني يطلب مني يحط تليفوني ولا ايميلي اقول له انا بحط تليفوني تبقى يوصل لك رسالة ولا اتصال اقول له text يوصلني رسالة الرسالة هذه من شركة مايكروسوفت فيها code اقول له تفعيل خلاص اقول له finish بعدين يقول لي يلا يس مو مشكلة اقول له يس طبعا هني ترحيب للطالب هياك الله محمد بعد ما انتهيت الحين خلاص طبعا انتهينا من العملية و تمت العملية بنجاح الحين انا بأدخل على مثلا مايكروسوفت تيمز اروح مايكروسوفت تيمز جدي انا دشيت مايكروسوفت تيمز عن طريق الوبسايت والامور تماما الحين اذا انت معلم اول حرف T وبعدين تحط رامك المدني نفس الشي هذه ثابتة ما تتغير عند الكل سواء كان طالب ولا معلم ولا اول امر اقول له next بعدين يطلب مني هني الباصود اللي حنا حطيناه مع بعض في بداية الفيديو اللي هو عند بوابة الكويت التعليمية اقول له sign in next نفس الصفحة اللي كانت تطلع عند الطالب ايضا تطلع عندي هني انا كمعلم احط رقم تليفون ولا احط ايميلي رسال رسالة طبعا انتظر رسالة توصل بعدين اقول له تفعيل خلاص تبت حط ايميلك عادي ما عندك مشكلة اقول له finish اتأكد اقول له yes عادي خلاص الحين يقول لك انت كمعلم خلاص انتهيت وسويت الحساب والامور كلها طيبة تبدش على microsoft teams نفس السيناريو تدخل والامور كلها طيبة يعطيكم العافية